انا نفسي ان اوجه رسالة لكل واحد بيسمعنا النهاردة وبيشاهدنا وكل واحدة ربنا وضعها امام شاشة التلفزيون عشان تشوفنا ان السلام مش مجرد تحية السلام هو حالة داخلية لا تتأثر بالامور الخارجية السلام هو ان انا اتصالح مع الله وما فيش صلح مع الله غير من خلال عمل المسيح الكفاري على عودة الصليم انا لم اشعر بالسلام وانا في الاسلام وكنت افتقد لهذا السلام ما كانش عندي اي صلح داخلي ولا عندي راحة داخلية باستند عليها نتيجة التغير اللي موجود في شخصية الله لكن النهاردة انا نفسي ان كل واحد بيسمعنا ان ربنا يلمس القلب ويفتح العينين وينيري الزهن علشان يقبل عمل المسيح الكفاري من اجله على عودة الصليم هو الوحيد اللي صالحنا ونقد حاقة السياج اي العداوة بجسده بجسد المسيح لانه هو صار كفارة من اجلنا النهاردة انا بادعوك لو انت مش قادر تسامح نفسك على امور انت اقترفتها في حياتك انك تصالح نفسك بانك انت تقبل عمل المسيح اللي صالحك مع الله يفيد جوه قلبك سلام فتقدر انك انت تتصالح مع الله وتقدر تغفر لنفسك كل زلاتك وكل اسامك وكل خطيك النهاردة نفسي كل واحد يقبل عمل المسيح المغير الذي يغير الانسان من انسان غير قابل نفسه وغير قابل الحواليه الانسان بيقبل عمل المسيح في حياته بيتغير داخليا وبينعاكس ده على سلوكه مع الاخرين ربنا يكون معاكم ويملاكم بالسلام الذي في كل عقل باسم يسوع اشتركوا في القناة